سأبدأ من موضوع الرمان الذي تم تصديره وتهرب فيه كابتاجون إلى المملكة العربية السعودية الذي نلقته من فترة دعونا نرى الفيديو رقم واحد اللي هو شهادة منشأ للرمان هذه الشهادة شركة بيربل مون انتاج زراعي لبناني إذا منلاحظ محطوط بلد المنشأ لبنان ماضيها شارل زرزور هذه الجهة الحكومية المختصة بتصديق هذه الشهايد وإذا منكفل الالفي او منوقفه هون لو سمحته هذه الفاتورة كمان يتم التصديق عليه على أنه منشأ لبناني هلأ موضوع الرمان هذا الشهادة اللي انعطت وقته ما كان موسم رمان واللي معروف أنه هؤلاء الرمانات كانوا منجابين من سوريا خزانين بمستودعات تم ضربهم بكابتاجون وتصديرهم هلأ التحقيقات مع سيد شارل زرزور ماشي بمكتب مكافحة المخدرات لأنه الملف تحول لعنده شهادة المنشأ هو ماضيها يعني شارل زرزور هاي الشهادة ماضيها سواء الخلل اللي كبير بهذا الموضوع بس أزي بركي هني ممكن تكون حشتوا أنه هني قدموا له كل وراء اللي بتأكد بس هل هو كشف على البضاعة هون السؤال النقطة الأهم رياض أنه أنت عادة إذا أنت بالوزارة وفيه شركة معروفة بتصدر صدرت التنين بتصدر الخميس ما بكشف لها إذا كشف على مستودعات بس هاي اللي تبين بالتحقيقات أنه هاي الشركة وهمية الشركة مزورة ماخدة إجازة من غرفة السماعة واتجراعة طبيعة شكسية جايك شركة جديدة بدأت تصدر رمان كان يفترض أقل وينعمل كشف وماينعطى شهادة منشأ لبناني لبضاعة أصلا هي مننا لبناني وما كان موسم رمان وكان معروف معنا للتصدير نحن من الرمان فبالتالي هذا الملف يعني هون هننقل منه لهذا الملف حتى تزوير شهادة المنشأ عم يرتبط بأسعار لأنه كل شهادة منشأ مع فاتورة للسعر إذا لاحظنا بالرمان خطين هون سعر الحبة 2 دولار ومصدرين 4800 صندوق من هون هيدا بمخص التهريب لإله علاقة باستغلال شهادة المنشأ لتهريب المواد الممنوعة ومنها اللي كان وقتها الكاب تجون ولكن في شيء رياض أخطر من هذا الموضوع وسبق هذا التابعناه نحن بمرحلة سابقة هو عملية تهريب الأغنام من لبنان بمرحلة الدعم كان لبنان عم يستورد غنم مدعوم بمبالغ طائلة غنم مبار ملعوم ومواشي بنفس الوقت نفس التجار اللي عم يجيبوا مدعوم ويحصلوا على موافقات من وزارة الاقتصاد عم يصدروا كميات كبيرة من الغنم هذا الموضوع فتحناه هنا قبل تم توقيف أحد التجار بوقتها وتوقف من بعدها بعد الضغط اللي عملناه العمل يعني توقف التصدير المواشي بوقتها واجت الحكومة الجديدة وبلش وزيرة السيد عباس الحشحسن يسعى لإعادة سماح تصدير الغنم من أول ما وصل لا يسعى ولا أنه فيه ناس عم يضغط فيه ضغوطات عليها كانت من التجار من الوزير السابق وفريقه يمكن من فريق الوزير السياسي من جهات محلية أو خارجية فيه منظومة كبيرة مستفيدة بملايين الدولارات من موضوع تصدير الغنم اللي هو كان مدعوم أو يعني كان يقبل أنه باللبنان ما عنا مزارع غنم ولا عنا إنتاج حيواني هالقد موجود بالبلد فكان شهادة المنشأ عم يزوروا شهايد منشأ وهلأ حنتطرق له فوته غنم من سوريا من سوريا بيعملوا أنه منشأ لبناني وبيصدروا أو هو مدعوم بيجيبوه على ألف وخمسة برجعوا بيعملوا له منشأ لبناني بيخلطوه مع الضاعة سورية مع غنم سوريا وبيصدروا بس هو بركي حجته أنه إحنا عم مفوت دولار على البلد المشكلة هو هلأ هنفوت شوفه هلأ بتفاصيل شهادة المنشأ أنه ما فات ولا ليرة على البلد كمان في تلاعب في تلاعب بالأسعار بشهادة المنشأ وهذا بيحيلنا على تهرب ضريبي وتهرب من دفع لا أنا سألتك سألتك ما يأكلوا برأسنا حلاوي علما أنه بلد عم يواجه أزمة لحوم وأسعار مرتفعة فلما إذا بيخلوا الغنم ينباع مبارك بتنخفض أسعار هو مين هو اللي عم يشتري مين قادر من اللبنانيين نشتري لحم بهالظروف لأنه نحن نصدره وهو أصلا معنا شيء معنا عم نحرم حالنا منه لنصدره لحساب تجار ما عم يفوتوا ولا دولار على البلد وعم يتهربوا من الضرائب بتواطئ من وزراء ومديرين عامين وبتنزل نزول للكل هلنا نشوف تقرير صغير عن موضوع الغنم المدعوم والتصدير ومنتابع هي احتفالات بخروج تاجر المواشدي بنخلي من السجن جراء توقيف دام أكثر من عشرة أيام بعد كشف وحدة التحقيقات الاستقصائية لعملية تصدير لمواشي مدعومة ومهربة من سوريا إلى دول عربية تحميل شحنة أغنام من مطار رفيق الحريري الدولي بيروت بتاريخ 30 أزار 2021 يوم ذاك أوقفت الجمارك اللبنانية شحنة أغنام تعود للتاجر ديب نخلي وفتحت تحقيقات في الملف حيث أن التجار المدعومين أنفسهم كانوا يستفيدون من الدعم على المواشي ويستفيدون أيضا من أذونات التصدير الصادر عن وزير الزراعة في حينه عباس مرتضى تم بحمد الله وصول شحنة أغنام نعيمي قادمة من لبنان بتاريخ 29 ثلاثة 2021 استورد لبنان وفق الأرقام الرسمية نحو 32 ألف رأس غنم في أول ثلاثة أشهر من عام 2021 في حين أن لبنان صدر نحو 110 ألاف رأس غنم ما يضع علامات استفهام من عدة حول هذه الأرقام خصوصا إذا ما نظرنا إلى أسماء المصدرين الذين كانوا يستفيدون من الدعم ويصدرونه بغطاء من وزير الزراعة السابق عباس مرتضى التحقيقات التي أجرتها الجديد أوقفت التصدير وترافق الأمر مع وقف الدعم عن المواشر إلا أن الوزارة الحالية بشخص وزيرها عباس الحش حسن تسعى لإيجاد مخرج لإعادة السماح بتصدير أغنام ذات منشأ لبناني مع علمها أن لا أغنام لبنانية وكل ذلك لمصلحة بضعة تجار ومهربين على حساب الأمن الغذائي اللبناني إذن هذا كان ملخص عن الموضوع أنت كنت تابعته بالـ 2021 من بعد مرحلة الدعم السيد دي بنخلي لتوقف وقتها ونفتح تحقيق معه بفرع المعلومات وللأماني رياضي فرع المعلومات وقتها عمل مجهود كبير بالتحقيقات لتوسع فيها على كامل لبنان ولكن هذه التحقيقات لم يستسمرها القضاء ونحكي وين على الآن هذا الملف لي فيه ملايين الدولارات تم تهريبة خلينا نشوف الـ LVU اللي بعضه رقم ثلاثة نشوف أن السيد دي بنخلي حاصل من وزارة الاقتصاد على هذا كتاب باعته وزير الاقتصاد والتجارة السابق راول نعمي باعت هذا الكتاب لوزير الزراعة بيقل له فيه أن السيد دي بنخلي استفاد من 45 مليون دولار دعم من الأبكار والأغنام وعم يقول له أنه بنفس الوقت أنتو وزارة الزراعة عم تسمحوا له يصدر غنم بيرد عليه وقتها وزير الزراعة أنه لا نحن عم نتابع أو فرق أو سعر الغنم بيفرق المحلي عن الخارجي أو لا بالألف يقول لي بعده خلينا نشوف قد تصدر سنة الألفان وعشرين غنم وتحدينا يعني كل الغنم بتصدر رقم أربعة إذا منلاحظ فيه مئة واربعة وثلاثين ألف واربعمية رأس غنم بتصدروا سنة الألفان وعشرين من بيناتهم فيه لشركة ديد نخلي واحدة وتتمانين ألف هو أكبر مصدر للأغنام لبعده بسنة الألفان وواحدة وعشرين بأول تلات تشهر مننا كنا بمئة واربعة وثلاثين ألف بسنة صرنا بثلات تشهر مئة وعش تلاف وتمانمية كان صار الزخم على التصدير وكان يفترض بعد هاي الوطيرة تطلع لأنه كانوا صايرين جايبين كتير مدعوم هلأ عم قول هاي الأرقام وعن فرجيها لنشوف شهادة المنشأ اللي هو أساس موضوعنا واللي هي علامات استفهام عدة اللي هو الالفي او رقم ستة لو سمحتوا شباب فاتورة شهادة المنشأ إذا منلاحظ خلينا نوقفها هون غنم حي ذكور الكمية ألف وثلاثين راس الوزن تمانا وخمسين بطمانا وخمسين طون سعر الراس ستين دولار أمريكي يا بلاش زين عليهم ستين دولار سعر الراس ها منه هو عم بصدره جملي هو عم بصدره جملي وهذا ما يصدره ستين دولار نشطين يخguyه نحن نحن راس الغنم يعني اذا الراس بستين دولار واحد ها منه هيا من راس هنع المال بيمكن راس ولكن حتى برا لما عم بيصدروا جملة عم بيبيعوا بمئتان وعشرة عم يوصل لبرا بمئتان وعشرة وبيقول أنه هو نحط ستين دولار بناء على طلب التاجر برا ليتهرب من الضريبة ولكن هذا بالمقابل أمام شجرتين أول شيء عم يروح رسوم على الدولة وعم يروح ضريبة دخل وضريبة أرباح لهو لازم يدفع عشر كتو اثنين إذا بدي يحول الأموال هو عم يحول على ستين دولار يعني إذا الرأس تلاتمية حقه هو عم يفوت على لبنان ستين إذا فرضنا عم يفوت فيه ميتان وعربعين دولار هو ما عم يفوته على السستان يعني عم تهربه في الخارج يعني هو عم يقبض لنقول بقطر أو بالكواد أو بالإمارات عم يقبض تعرص تلاتمية دولار مصرح هو ستين أول شيء ما بيضمنه أنه يفوتوا على أول شيء ستين ما في شيء يضمن لي يفوتهم واثنان إذا جابروا يفوتهم بفوت ستين بس هو فيه ميتان واربعين دولار إذا منحكي على 110 ألاف راس فيه بحدود يعني بسنة وحدة 28 مليون دولار مهربين من تاجر واحد وهذا الملف موجود بالتحقيقات توسق فيه مونت تسجيلات من وزارة الزراعة موجودين وهول بمرحلة جاية أنا بدي أعطي فرصة مثل ما حكينا قبل بموضوع الكهرباء هنعطي فرصة للقضاء هذا الملف له 7-8 شرع الآن بالقضاء إذا القضاء ما بده يتحرك بالليبان إيديه هنضطر نعرض لبان إيديه للقضاء أمام كل الرأي العام وما يحرجو خالهم الملف تحول عند القاضي شرب الأبو سمرة ببيروت تحول عند القاضي منيف بركات وهلأ عند القاضي أماني أماني سلامي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر